موسيقى السلام عليكم وعلم بكم مشاهدين إلى هذه النافذة التي نطل من كلالها معكم على عدد من القضايا والملفات حيث نلتقي مع القيادية في حركة حماس الدكتور محمود الزهار في لقاء مباشر للحديث عن العلاقات مع القاهرة بعد الزيارة الأخيرة لوفد الحركة وفي الشأن المصري أيضا نتابع ردود الفعل الواسعة لإعلان وزارة الداخلية المصرية قتل جميع أفراد تشكيل أصابي اتهمته بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة وفي الشأن السوري مظاهرات في عدة محافظات للمطالبة بالحرية وإسقاط نظام الأسد وفي البداية أتحول إلى زميلي عمر فياد ليطلعنا على سبل المشاركة في هذه النافذة إذن أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة التفاعلية التي نتلقى من خلالها التعليقات عبر منابر التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر الفيسبوك وتويتر كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر القام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة الجزء الأول هو الحوار مع الدكتور محمود الزهار القياد بحركة حماس نستقبل الأسئلة والتعليقات التي تريدون أن تطرحوها عليه وأيضا الجزء الثاني سنتناول قضية مقتل الطالب روجيني وخمس روايات مختلفة للداخلية حول مقتل هذا الطالب فأرسلوا لنا التعليقات وأيضا الأسئلة التي تريدون أن تطرحوها فشاركونا تلعب حركة مقامة الفلسطينية حماس دورا بارزا في الساحة السياسية وقد مثلت زيارة وفد الحركة الأخيرة إلى القاهرة زاخما جديدا في ملف العلاقات بينها وبين النظام المصري خاصة بعد طهورها في عقاب انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 ومثل ذلك من اتهامات عديدة وجهتها القاهرة للحركة بالتورط في أحداث عنف وصلت إلى حد اتهام عدد من قيادتها بالتورط في هذه الأحداث فما الذي دار في كواليس اجتماعات قيادات الحركة بالمسؤولين المصريين وما الذي استجد في ملف المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتحة وهل يمكن أن يرى ملف المصالحة النور قريبا بعد سنوات عجاف من القطيعة السئلة عديدة نحاول أن نجابت عليها مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس ووزير خارجياتها السابق الدكتور محمود الزهار ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير خطوة على طريق إذابة الجليد بين القاهرة وحركة حماس هكذا وصف لقاء وفد الحركة مع المسؤولين المصريين مؤخرا في القاهرة بعد فترة من التوتر الشديد الذي أعقب انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 واتهم وزارة الداخلية المصرية مؤخرا للحركة بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات قادة حماس أكدوا في أكثر من مناسبة حرصهم على علاقات طيبة مع الجانب المصري وأعتبروا اللقاء الأخير بمثابة فتح صفحة جديدة بين الجانبين وخطوة مبدئية تستتبعها خطوة أخرى لتطوير العلاقة أعتقد أن هذه الزيارة كانت كفيرة بكسر حالة الجليد التي جمدت من خلالها العلاقات المصرية الفلسطينية بخاصة مع حركة حماس وغزة هذه الخطوة لها ما بعدها تم منقص العديد من الملفات كما شدد قادة الحركة على عدم تدخلهم في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية وأن هدفها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وحسب من هنا نحن فتحنا باباً واسعاً لتوافق فلسطيني حمساوي مع شقائنا العرب والمسلمين وموابته في هذه الأيام هي مصر ومن هنا توجه وفدنا إلى القاهرة توجهت قيادة الحركة للقاهرة حرصاً منا وتنفيذاً لقرار الحركة هو أننا جادون في إصلاح العلاقة وفي إعادة الاعتبار لهذه العلاقة بين أشقائنا العرب ويترقب الغزيون عودة وفد حماس إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لمناقشة مزيد من الملفات مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصري والتي قد تؤدي إلى انفراجات محتملة في الوقع الصعب الذي يعيشونه منذ سنوات نرحب في ضيفنا بالستوديو الدكتور محمود الزهار وضل مكتب السياسي لحركة حماس أهلا بك ومرحبا دكتور محمود أهلا وسهلا أهلا وسهلا نبدأ بزيارة وفد حماس الأخيرة للقاهرة هذه الزيارة جاءت بعد أيام قليلة من اتهام وزير الداخلية المصري لحماس بالضلوع في مقتل النائب العام الراحل هشام بركات ما الذي دعا لهذه الزيارة وما الذي تم خلالها بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على هذه الاستضافة وأريد أن نوضح أن اللقاء جاء استجابة لرغبة حماس المستمرة والمتكررة بأن يكون هناك لقاءات وأن نتناقش في القضايا التي تخرج في الإعلام المصري والتي في مجملها وللأسف الشديد كانت سلبية وعلى مدار سنوات طويلة الجانب المصري عنده مجموعة من المعلومات كان من الجيد أن يسألنا عنها ومن بينها وآخرها كان قضية مقتل النائب العام الراحل هشام بركات رحمه الله نحن في الحقيقة ذهبنا واستمعنا وفجئنا بحجم المعلومات التي جمعت وهي في الحقيقة كلها تحتاج إلى توضيح المعلومات أم اتهمات الدكتور محمود يعني تستطيع أن تصفها كما تشاء يعني عندما يكون هناك شاب هاوي يقوم بتصوير الاحتفالات الكبيرة عن طريق طائرة صغيرة يشاهدها الجميع تتحرك بالريموت بيسجل فيها الحدود وتبرز هذه وكأنه يتجسس على الجيش المصري وكأنه يرصد ما يجري في الجانب المصري على الجانب الحدود هذه يعني ثم ظهرت صورة الشاب يعني هذا شاب هاوي وضحنا لهم السياسة العامة سياستنا الواضحة والتي يشهد عليها تاريخنا في الفترة الماضية الطويلة أننا لم ندخل في صراع مع أي جهة عربية بعكس منظمة التحرير التي خرجت من الأردن في سنة 1970 خرجت من لبنان في 82 بعد أن خاضت معارك في داخل هذه الساحات نحن لم نلعب في يوم من الأيام في أي ساحة وبالذات في الساحة المصرية اثنين العلاقة بيننا وبين مصر بدأت منذ عام 48 حتى عام 67 هذه كانت مصر مسؤولة عن الغذاء وعن الدواء وعن العلاج وعن التعليم وبالتالي لا أحد من الشعب الفلسطيني ينكر لا الجيل الذي استفاد من هذا الموضوع وأنا أحدهم ولا الأجيال التي بعد ذلك كل ما قيل عن أننا دخلنا قبل ذلك عن أننا أخرجنا المعتقلين من السجون وأننا فحرنا نفق تحت القناة وكلها كانت في الحقيقة يعني ادعاءات ليس لها على أرض الواقع ولا يمكن أن تطبق على واقع مصر كحقيقة يعني مثلا لما يتحدث واحد أن حماس عملت نفق تحت قناة السويس أي خبير بيعرف أن هذا لا يستطيع أي نفق بتحت قناة السويس أن يصمد نصف ساعة ولكنها الحقيقة دكتور محمود هي اتهامات متكررة على مدى السنوات الماضية خاصة بعد انقلاب الثالث من يوليو في مصر تكررت هذه الاتهامات من وسائل إعلام مصرية ومن مسؤولين مصريين جاهكم ولسيما الاتهام الأخير الواضح والصريح والمحدد بأنكم مسؤولون بشكل مباشر عن مقتل النائب العام المصري إذن أنتم استمعتم إلى المطالب من الجانب المصري وردتم على الاتهامات الموجهة إليكم ما هي المطالب المحددة التي طلبت منكم خلال هذه الجولة من المفاوض من الواضح أن الجانب المصري يريد أن يبني فترة قادمة مختلفة عن الفترات السابقة مع حركة حماس مصر لها مصطحة في أن تكون على مسافة واحدة من كافة مكونات للشارع الفلسطين سواء كان في موضوع مصالحة في موضوع نتائج الحروب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي علينا في مواضيع مختلفة وأهمها أن تكون هناك علاقة قائمة لها مع مصر بعد أن تحدثنا طويلا عن هذه القضايا تم الاتفاق على الآتي أولا يجب أن نتوجه إلى الشارع المصري بحملة إعلامية توضح الحقائق نحن لا نكذب والكل يعرف أننا لا نكذب ونحن عندنا الحقائق وعندنا الوقائق وعندنا الأرقام وعندنا الأحداث نستطيع أن نسردها في الجانب المصري ولذلك هذه الحملة لضحض كل ما قيل علينا في الإعلام ولإضاحة للشارع المصري موقف حركة حماس من مصر وبغض النظر عمن يحكم مصر ودون التدخل في الشأن المصري بأي صورة من الصور هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هناك اتهامات من أطراف متعددة في الإعلام المصري أننا نؤوي ناس رهابيين هذا غير موجود على الإطلاق هناك أفراد وأشخاص لهم فكر مختلف عن فكر حماس الوسطي المعروف في قطاع غزة نحن تعاملنا معهم أولا بالكلمة الطيبة وبالنقاش الموضوع في بعض الحالات منهم من استخدم السلاح تم الرد عليه بعضهم في أحداث ابن تيمية وغيرها أيضا تم التعامل معهم في بعضهم حاول أن يقوم بعمليات تفجيرات ضد حماس وأحدهم كان يريد أن يفجر نفسه في الأخ أبو العبد وبالتالي حدثت مواجهة بيننا وبينهم وأحدهم قتل في هذا الموضوع وبالتالي سردنا ونسرد أمام الناس علاقتنا بهؤلاء الناس نحن لم نعاديهم لكننا نحاول أن نتفادى هذا الموضوع إذن بشكل محدد دكتور محمود المخابرات المصرية طلبت منكم أن تدشنوا حملة لإضاحة صورتكم أو موقفكم الحقيقي تجاه الشعب المصري بشكل واضح هل ما حدث في قطاع غز خلال آم القادمة وتنقلته تقارير صحفية من إزالة صور الرئيس المعزول دكتور محمد مرسي وأيضا رفع شعار جماعة الإخوان المسلمين من القطاع هل هو بداية لتدشين هذه الحملة التي اتفقتم عليها مع الجانب المصري حقيقة أنه بيبنى خبر خاطئ ويبنى عليه موقف نحن مثلا بنعلق صور مثلا شهيد الجعبري بنعلق صورة الجعبري في ذكرى استشهادي نحن كنا على بعد فقط أيام من ذكرى استشهادي الشيخ أحمد يسين ففي هذا المكان بتنشال الصورة الأولانية بتنشال لم نكن نعلق صور غير عناصر فلسطينية موجودة لم نعلق صور ولذلك لما بيجي ده لات التوقيت يا دكتور يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات التقارير الصحفية تحدثت أنتم جئتم من القاهرة ثم بعد ذلك فجأة تغير الوضع الصور تزال صور الرئيس المعزول دكتور محمد مرسي وشعارات جماعة الإخوان التي قل أيضا في الإعلام أن الجانب المصري طلب منكم فك الارتباط التنظيم عن جماعة الإخوان هذه الصور لم تكن موجودة يعني الذي قال أنه كانت الصور موجودة ليس موجودة أصلا ولذلك المعلومة بني عليها شيء وهي معلومة غير صحيحة مثلا لما بيدخل عندنا أمير قطر أمير الأب بنستقبل فيه صورة في المطار بعد أن يسافر بترفع هذه الصورة وبالتالي لم نضع صور الرئيس المرسي ولم نضع صور الإخوان المسلمين لأن أصلا هذه الأماكن موجودة أماكن عامة لما بيكون في ذكرى زي استشهاد الشيخ أحمد السين بتعلق هنا أو هناك ليست أماكن ليس عندنا نصب تذكاري حتى نعلق عليه وبالتالي هي معلومة فقط لأخذنا لحرفنا عن مسارنا في توضيح هذه العلاقة لأغراض في الحقيقة غير سليمة هذا عن الصور لكن ماذا عن الطلب المصري لكم والذي تدولته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية طلب منكم بفك ارتباط حركة حماس بشكل واضح وأن تعلن الحركة بشكل واضح أنها فكت لارتباط مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين أنا أريد أن أقول لك حقيقة يعرفها الجميع أننا الفكر بمعنى أن تعتمد الكتاب المقدس الذي عندنا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والمنهج الوسطي منهجا وبين أن تكون تابعا لهذا التنظيم أو ذاك هذا الفكر الإخوان بني دخل إلى فلسطين مبكرا قبل سنة 1930 وبدأ هناك تتشكل هذه الخلايا وتربى عليها عادة الناس لكن لم يكن في يوم من الأيام أي تنظيم أو أي إدارة موجودة في غزة أو في فلسطين أو في الضفة الغربية بتأخذ أو مرها أو منطلقاتها السياسية والسياسية بالذات والمواقف الطارئة من خارج فلسطين وبالتالي قضية الفق الارتباط كأنك تقول مثلاً لوحد مسيحي أخرج من الكاثوليكية أخرج من الأرثودكسية أخرج من البروتستانتية هذا الفكر الوسطي الذي أخذنا لم يلزمنا أن نأخذ كلمة واحدة من طرف خارجي أنت بتعتقد أن حماسا عندما شاركت في الانتفاضة أخذت إذن من الإخوان المسلمين في مصر سنتفاضة الأولى عندما حماس الآن بتجيش نفسها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بتأخذ قرارها من الإخوان المسلمين في مصر أو في غير مصر هذه كلها في الحقيقة مجموعة من الصحفين الإعلاميين بيشنوا حملة ضد حركة حماس ولكن بأسلوب مختلفة لكن يا دكتور حماس أو القاهرة تهمتكم كثيراً في أي قضايا تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين بأن هناك ارتباط مباشر بينكم وبين الجماعة وربما تنسيق في ربما أعمال وربما مساعدة الجماعة في أي أعمال عمفة تتم داخل مصر هذا الكلام لن نسمعهم ولكن الذي قيل أن عندكم جماعات سلفية جماعات بتقوم بتهريب السلاح من غزة إلى سيناء وهذه يعني بتضحض نفسها بنفسها لأننا نقولها صراحة نحن ندخل السلاح من خارج غزة إلى داخل غزة والبندقية التي تدخل غزة محرمة عليها أن تخرج منها الرصاص التي تدخل غزة محرمة عليها أن تخرج من غزة لأن وجهتها ووجهتها والاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هذا الكلام مردود عليه ونحن ردين عليه أننا لا نسمح بتهريب معاكس لكننا في نفس الوقت نؤكد على حقنا أن نتسلح بكل الوسائل من خارج غزة سواء كان عبر هذه الأرض أو تلك لأننا نستخدمها في الدفاع على النفس حرب 2006-2008-2012 و2014 كانت تحتاج مننا إلى هذا الموضوع قضية أنه بيخرج من عندنا ناس يقوموا بأعمال في داخل مصر نحن نقول هتونا أسماء لا توجد أسماء لا توجد أسماء لأنه لم يخرج أحد من طرفنا ليقوم بعمليات قتل ما هو المبرر الأخلاق؟ لكن كان الاتهام يا دكتور وخرج وزير الداخلية قبل لقائكم مع وفد المخابرات بأيام قال أن حماس متورطة بشكل واضح في اغتيال النائب العام أنا سأضع قبل اذهب وفد الحركة لمقابلة وفد المخابرات بعدة أيام الأدلة في ذلك أن أحد الشباب هو الذي قال أنا ذهبت وتدربت في معسكر في حماس وسلمت على اسماعيل هنية أولا أنت تعرف أننا ندخل المساجد كل قيادة الحركة بتدخل المساجد بتصلي في كل المساجد وبتسلم على كل الناس هذه النقطة يعني نحن بسنا موجودين في قصور عاجية مفصولية عن الناس نحن بنمشي في الشارع زينا زي الناس بنصلي في المساجد للصلاوات الخمس وبالتالي السلام هذه ليست كوننا في فترة من الفترات كانت الناس بتحج إلى غزة بالآلاف وأيضا أقول لك أن كثير من رموز العمل الوطني المصري زارت حماس صحيح يعني مثلا الحمدين صباحي رئيس حزب العمل زار حماس كل الناس كانت بتخرج من هنا وتذهب إلى حماس كان بعض الناس يذهبوا ليرى أماكن التدريب وكان ممكن يقف ويمكن يتصور ببندقية لأن كانت القضية مفتوحة وليست قضية تدريب لشخص عشان يذهب يقوم بعمليات في داخل مصر أو في غير مصر وبالتالي هذه الاعترافات في الحقيقة هذا لا يؤسس عليها أننا شاركنا في عملية اغتيال النائب العام أو اغتيال غيره ومن عنده أدلة غير هذه الأدلة يعني لو فيه شب فلسطيني لو أحد لو فيه سلاح فلسطيني لو فيه أي شيء يمكن أن يقدم لنا في الحقيقة أن هذا كلام غير صحيح خلال الجلسة التي جمعتكم مع وفد المخابرات المصرية أو المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وجهوكم بالاتهامات وطلبوا منكم مطالب على رأسها تدشين حملة إعلامية لمخاطبة الشارع المصري ماذا أيضا؟ مخاطبة الشارع المصرية واحد اتنين ضبط العناصر إذا كان هناك عناصر إذا كان موجودة وأنا أقول لك نحن أصلا نقوم بهذا الدور ليس لصالح مصر أو غير مصر لأن لنا مصلحة في أن لا تنحرف بندقيتنا إلى صراع داخلي ونبتعد عن مواجهة الاحتلال الذي يمكن أن يحدث في أي لحظة النقطة اللي بعد ذلك نحن طلبنا الآن بفتح المعبر لأنه لا بد أن يكون بيننا وبينهم تبادل اقتصادي سأعطي لك نموذج نحن الآن في هذه اللحظة العدو الإسرائيلي الجيش والشرطة آسف الجيش والأمن الإسرائيلي يطالب بفتح ميناء لغزة حتى لا تنفجر الغزة في وجه إسرائيل وليس في وجه مصر وهذا كلام معلن وليس سرا هذا النقطة الأولى الآن لما يكون 2015 مرت فيها فقط فتح المعبر 24 يوم هذه بالنسبة لغزة كارثة حقيقية على مستوى الدواء والعلاج والطلاب والزيارات العائلية وغير ذلك وبالتالي طالبنا بفتح المعبر هم قالوا يمكن أن نفتح المعبر ولكن نحتاج إلى هذه الفترة التي يتهيأ فيها الشرع المصري أن يتم متابعة العناصر التي يمكن أن تكون موجودة في غزة وأننا أكدنا أننا لا نسمح بهذا التواجد بعد ذلك يمكن أن نبدأ مشاريع اقتصادية كبيرة في المشروع الاقتصادي سأضرب مثل نحن إذا فتحنا باب التبادل التجاري الآن في خلال سنة حجم التبادل الذي سيجري بيننا وبين مصر 3 مليار دولار في السنة يرتفع هذا سنويا ليصل في فترة من الفترات سنوات قليلة إلى 7 مليار دولار 7 مليار دولار ليست قضية سهلة على الطرفين أنت عندك أنت مصانع أسمنت موجودة في العريش موجودة في السنة نحن في أشد الحاجة الآن لترميم ما دمره الاحتلال نحن في أشد الحاجة إلى هذا التبادل التجاري لمصلحة مصر ولمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة هل معنى ذلك أنكم لحظتم في الجانب المصري تغير في الموقف من فتح المعبر يعني كان دائما الجانب المصري يرد على قضية فتح المعبر بأن السلطة لا توجد في المعبر وأيضا الحكومة الفلسطينية ورئيس عباس أبو مازل كان يرد على قضية فتح المعبر بأن السلطة غير موجودة وأن حركة حماس هي المسؤولة بشكل مباشر على عدم فتح المعبر فلتسمح للسلطة بالتواجد عند المعبر وبعد ذلك يمكن أن يفتح المعبر بشكل مباشر أنا أقول لك نعم في موقف مصري مغاير وفي انتهت الجولة بنهاية طيبة ومقبولة علينا نهاية الجولة بعد ما استمعنا عليه في الأول مقبولة علينا وأعتقد أن الروح كانت إيجابية فيما يقوله أبو مازل من هي السلطة التي يجب أن تحكم الشارع الفلسطيني سلطة حماس التي دخلت انتخابات البلديات في الضفة وغزة وأخذت فيها الأغلبية 2005 سلطة حماس التي دخلت انتخابات المجلس التشريعي في 2006 وأخذت 79 مقعا من 132 ما هي معنى الشرعية؟ هل هي الشرعية البلطجة ولا شرعية الانتخابات؟ شرعية الانتخابات حماس هي السلطة ومن رغم من ذلك جبنا باتفاق على بناء على اتفاق القاهرة في 2011 وشكلنا حكومة الوفاق الوطني لم تفعل أي شيء ويقول لك مكنني من المعبر أنا مكنتك من غزة كلها وأنت لا تريد أن تفتح موضوع الكهرباء ولا تفتح موضوع العلاج ولا تعتر واتب للموظفين ولا تعترف بهؤلاء الموظفين الذين حملوا عبء من 2007 حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالعلاقة بين حماس وفتح وملف المصلاح سنأتي له بعض قليل ولكن دعنا نتحدث في نفس المحور الذي نتحدث فيه محور زيارة وفد حماس للقاهرة هناك تساؤلات أيضا حول مدارة أو كواليس مدارة خلال هذه الجولة من الموفوضات منها مثلا بعض متابعين الجزيرة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماع يقولون منهم الأستاذ عبد الرحمن الرضوان يسأل هل تم التطرق مثلا للحديث حول احتمالية وجود مصلاحة بين الإخوان والنظام الحالي وإمكانية قيام حماس بوساطة بين الجانبين سؤال أيضا من محمد العربي هل المخابرات المصرية طلبت منكم مصرحة مساعدة الحكومة المصرية في القضاء على المسلحين بسيناء الجزء الأول حقيقة لم يطلب منه هذا الجزء الأول الجزء الأول هو الجزء الوساط علق الوساط لم يطلب منه الجزء الثاني أيضا لم يطلب منه لأنه أصلا نحن موقفنا واضح والمخابرات المصرية تعرف موقف الشارع الفلسطيني في غزة منذ عام 48 وحتى عام 67 وبعد ذلك نحن لا نستطيع أن ننقل سلاحنا من غزة كما قلت لك في البداية من غزة إلى سيناء لا نستطيع ولا يمكن أن نخرج بندقية واحدة ولذلك نحن لا نتدخل إذا طلب مننا ونفذنا هذا معنى ذلك أننا نتدخل في الشأن المصري ولذلك احنا اتفقنا نحن لا نتدخل في الشأن المصري بأي صورة من الصور لا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه طيب يوم الأحد القادم سيعود وفد من حماس مرة أخرى إلى القاهرة للتباح وفي جولة ثانية من المفاوضات ما هو الرد الذي من الممكن أن تحملونه للسلطات المصرية بخصوص المطالب التي طلبهم وربما هناك مطالب أخرى تتردد في وسائل الألام ولكنك لم تترك لها دكتور محمود ما هو الرد الذي من الممكن أن تتردد به وما هي مطالبكم يعني ما هو المقابل الذي ستطلبه حماس من السلطات المصرية لإعادة علاقات طبيعية بين الجانبين الحقيقة ليس بالحكم أن نبلغهم موقفنا حبر الإعلام مع احترامنا إلى الجزيرة وموقفها ولكن نحن سنبلغهم لكن في الحقيقة نحن رددنا على كل ورقة على كل قضية وفي المجمل الموقف من جانبنا موقف إيجابي لنا بعض الملاحظات والمطالب سنعرضها عليهم وفي المحصلة نتمنى ونتوقع هل هناك مطالب مرفوضة من جانبكم؟ يعني هل الجانب المصر عرض مطالب وأنتم حينما اجتماعتم كمكتب سياسي الحركة؟ قلتم أن هذا المطلب بشكل محدد هو مطلب مرفوض؟ لا لن نقول شيء مرفوض لأنهم لم يطلبوا شيء يمكن أن يرفضوا هذا النقطة الأولى ولكن الموضوع في الآليات يعني مثلا نحن نستعجل فتح المعبر نحن نستعجل الحديث المسؤول من الجارب المصري عن الأربعة الذين اختفوا على الحدود المصرية بعد خروجهم من معبر رفع نحن سنفتح موضوع المساعدات التي تأتي إلينا نفتح موضوع التعاون التجاري بيننا وبين مصر سنفتح وبالتالي يعني الاختلاف في الآلية وفي الزمن وليس الاختلاف من حيث المبدأ ولذلك أعتقد أن هذه الزيارة القادمة ستكون إن شاء الله ناجحة إذن ستكون الزيارة ناجحة دعنا ننتظر ما ستصفر عنه الزيارة يوم الأحد القادم إذن الله دكتور محمود ننتقل إلى ملف المصلحة الفلسطينية هل من الطبيعي أن يقدم الشعب الفلسطيني ولا سيامة الشباب كل هذه التضحيات على مدى السنوات الماضية ولا سيامة الهبة الفلسطينية الأخيرة ويظل الوضع بين فتح وحماس على هذا الوضع محلك سر؟ موقفنا كالآتب تعالوا نطبق اتفاق القاهرة في 4 مايو 2011 قدمنا كل شيء لتسهيل هذا ولم يلتزموا بشيء كان الاتفاق كالآتب تشكيل حكومة وفاق وطني وقد قدمناها ولم تفعل شيء مهمة هذه الحكومة أن ترتب الوضع المالي والإداري للموظفين الموجود فيها لم تفعل فيه شيء مهمة هذه الحكومة أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ولم تفعل في هذا الاتجاه أي شيء وبالتالي قدمنا كل شيء لتحقيق اتفاق القاهرة ولم يتم فيه أي شيء إذن هذه اللحظات فيه وفد من فتح بيلتقي مع وفد حماس هنا في الدوحة وستطرح هذه القضايا هم يريدوا مننا قضايا لا نستطيع مثلا هو يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أننا نحن تحدثنا في حكومة وفاق وطنية وفشلة ممكن أن نوافق على حكومة وفاق وطنية هو يريد مننا أن يجرنا سياسيا إلى مربع بمعنى أن هذه الحكومة يشكلها أبو مازل وأن هذه الحكومة على برنامج أبو مازل طب برنامج أبو مازل يقول الاعتراف بإسرائيل على حدود الثمانية واربعين دولتين في حدود السبعة وستين ولم يبقى من حدود السبعة وستين شيء لأنه ستين في المئة من المستوطنات الآن تحولت من الضفة الغربية تحولت إلى المستوطنات هو يريد لا يريد أن حتى الحد الأدنى من الاتفاق أن تكون وثيقة الوفاق الوطني ألفين وستم وبالتالي يريد أن يأخذك إلى مربع مربع موقف فتح اللي فشل هو يريد لا يريد أبدا أن تبقى على برنامجك أنت وأن نحتكم إلى الشرع الفلسطيني وإذا اختارك لكن هو على الجانب الآخر دكتور محمود يقول أنه لا يوجد ترحيب من حماس بشكل مطلق لمسط السلطة لنفوذها على أرض غزة وكأن غزة قد أخذت من حماس على سبيل الرهينة أنا ذكرت هذا الموضوع حتى لا أسأل هذا السؤال 2005 في البلاديات إحنا الأغلبية 2006 إحنا الأغلبية رهينة إيش؟ من الذي نصبك إلى الأبد لتكون أنت ممثل الشرع الفلسطيني إذا أنت جئت ببرنامج وفشلت فيه فبالذي من نصبك تعال نجري نطبق اتفاق القاهرة ونجري انتخابات لما عملوا انتخابات في الضفة الغربية قبل عدة سنوات ولم تدخل فيها حماس دخلت فيها فتح تيارين تيار استقال من فتح وطيار مستقل ومنهم مستقلين وطيار فتح تيار فتح سقط بدون دخول حماس وبالتالي من الذي أعطاك هذا الكرت المسكر بحيث أن أنت تبقى إلى الأبد من يمثل لما الشارع اختارك أنا أقبل بهذا الموضوع لكن إذا الشارع اختارني أعطيك إياها وبالتالي الحقيقة أن الذي يجري هو استجابة المطلب الإسرائيلي هو استجابة المطلب الأمريكي ومجانا لكن دكتور إذا كان موضوع فتح المعبر مثلا معبر رفع وهو نقطة الارتكاز الرئيسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نقطة الارتكاز هي وجود السلطة في المعبر حتى توافق الحكومة المصرية على فتح معبر رفع على هذا النحو لماذا لا توافق حماس على هذا المطلب لإنهاء معاناة أهالي غزة نحن شكلنا لجنة من الفصائل لتقوم بمراقبة هذا الموضوع وقبلها اللجنة من الفصائل كانت فتح بتتهمنا أننا نحن الذين عطلنا موضوع الكهرباء ونسرق أموال الكهرباء فلما يجد الفصائل وشافت موضوع الكهرباء واللي شركة شركة فلسطينية تابعة لرمالله أسسها أبو عمار شركة الكهرباء وقالوا كلمتهم انقلبوا على الفصائل الآن نحن لقول الفصائل اتفضلوا تعالوا راقبوا هذا الموضوع موقف الفصائل الإيجابي في هذا الموضوع فتح لا تريد وبالتالي لأقول لك اتفاقية المعابر في الـ 2005 انتهت ومددت لمدة ستة أشهر مدة ستة أشهر وفي الـ 2006 احنا أخذنا قرار بقسر الحصار وانتهت هذه القضية تبعت المعبر من يربط بين المعبر وبين السلطة هو في الحقيقة لا يدرك أن السلطة لو تسلمت أيضا المعبر لم تقوم بواجبها ما سلمناها الحكومة طب تفضل هذه الحكومة موجودة تأخذ دورها وتيجي تفضل تشتغل وزير الداخلية اللي هناك يجي يعين ناس تيجي تم وجودها المعبر ولا يريد هو يريد أن يحمل لماذا لا يريد؟ هو يريد الحصار هو يؤمن بأن فرض الحصار على غزة سيسقط حماس وهي المشكلة هو لا يريد لحماس أن تبقى وازنة وقوية ورافعة للقضية الفلسطينية هذه مشكلة حقيقية في تصورهم تقولون لهم تفضلوا استلموا المعبر هذا هو المعبر واستلموا المعبر ودعنا نرى ما الذي ثاله هاي حكومة موجودة في غزة لها كان أربع وزراء استقال منهم واحد أو أقالوا واحد منهم هاي ثلاثة ممكن أي واحد منهم يروح يتفضل يسلم الصحة والتعليم والزراعة والتجارة والمواصلات وكل شيء ويسلم المعبر يتفضل بس لا يريدهم لا يريدوا لا تصدق أنهم يريدوا فتح المعبر لا يريدوا فتح المعبر وإذا أرادوا أنتم على استعداد في الإطار الذي اتفقنا عليه نحن وبيننا وبينهم اتفاقيات قضية أنك تأخذ مني اتفاق ثم تلتزم بالجزء الذي فيه مصلحتك وتلغي الباقي هذه القضية لن نتساوق معها لكن على الجانب الآخر دكتور محمود أيضا هناك من يرى أن حماس قد تراجعت شعبياته في الداخل الفلسطيني خلال المرحلة الماضية خاصة مع اتهامات عديدة بمسؤولية حماس عن إفشال ملف المصلحة الفلسطينية طب استعالنا نعمل استفتاء شعبي تعالنا نجر انتخابات تعالنا نطبق اتفاق 2011 اللي فيه انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فإذا حماس كانت الأقلية وتراجعت شعبيتها كما حضرتك تفضلت نحن نقبل بهذه النتيجة بس أنا أقول لك لماذا سيختار الشارع الفلسطيني فتح هل سيختار طيار جناح جناح دحلان أم جناح حباس طب إذا اختار جناح حباس سيختار أربع طيارات خمسة موجودة في هذا الطيار لماذا لا يطبق ما تم الاتفاق عليه وجر انتخابات ولذلك نطلق قصة أن الشعبيت حماس تناقصت وهذا كلام غير صحيح وليس له ليس له مستند عملي لا أجرينا إحصائيات ولا أجرينا انتخابات وبعد ذلك نبني عليها مواقف نحن على استعداد لإجراء انتخابات ونقبل بنتائج انتخابات على كافة المستويات حرة ونزيهة فإذا كنا أقلية نحن نقبل بهذه النتيجة والأغلبية تدير بس المشكلة أن لا أمريكا ولا إسرائيل ولا السلطة ولا بعض الجهات الإقليمية تريد حماس أن تبقى الأغلبية في الشارع الفلسطيني ثم الناس تختار مشروع السلطة المنظمة ليش ماذا حققت ماذا حققت قالت دولتين فحققت دولتين دولة لحدود 48 اسمها إسرائيل ودولة لحدود في حدود في الضفة الغربية اسمها دولة المستوطنين معنى كلامك دكتور محمود أن أمريكا وأن إسرائيل وأن دول الإقليمية لا ترضى بحكم حماس معنى ذلك أن من يقول أن حماس قد زادت الصف الفلسطيني تشتيتا وتمزيقا وتقطيعا وأنها مسؤولة بشكل أو بآخر عن حالة العزلة التي يعاني منها قطاع غزة معنى ذلك أن هذا الكلام فيه شيء من المنطق ليس لأن حماس في الحكومة أو في غير الحكومة هم لما وافقت إسرائيل وأمريكا حسب نظرية دينس روس الكنتين منت اللي هي الاحتواء وسمحوا بالانتخابات كانوا يعتبروا أن حماس ستكون أقلية فإذا دخلت الانتخابات وستكون أقلية كما توقعوا الأغلبية ستقرر وقف المقاوة المسلحة هذا هو جوهر الموضوع المقاومة التي تقف وجه إسرائيل وليست حكومة حماس وليست سلطة حماس وليست المعابر جوهر الصراع حول قضية وجود مقاومة مسلحة قوية في مواجهة احتلال هي التي تدفع بهذه العزلة وليس لأننا موجودة على المعبر ومش موجودين هو المطلوب سلاح حماس مطلوب رأس المقاومة مع ذلك أن موقفكم دكتور محمود من الحل السياسي في فلسطين ما زال عند نفس الموقف قلتم قبل ذلك أن مشروع المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى نهايته وليس أمام الفلسطينيين سوى تفعيل الانتفاضة وتقوية المقاومة بالضفة لطرد الاحتلال هل معنى ذلك أن هذا الموقف الذي تسرن عليه يغلق أي حل سياسي للقضية الفلسطينية؟ أولا نحن سعداء بهذا الطرح لأنه صدق موقفنا وثبت صحة الموقف فاوضوا من سنة من سنة 1991 في أمريكا وبعد ذلك 93 عملوا اتفاقية أوسلو ماذا حصلوا ببرنامج التفاوض الآن 60% من الضفة الغربية أصبحت مستوطنات والباقي من الضفة الغربية أصبح شوارع لهذه المستوطنات هذا النقطة الأولى فهذا الموقف السياسي الذي عملته منظمة التحريف ما هو موقف المقاومة؟ المقاومة طردت لاحتلال من غزة في 2005 المقاومة حولت برنامج التعاون الأمني مع إسرائيل برنامج تعاون ضد إسرائيل المقاومة استطاعت أن ترتفع بالشارع الفلسطيني إلى أن تستطيع أن تقنع وتضرب نظرية الأمن القوم الإسرائيلي في مقتل في الحرب الأخيرة في حرب العصف المأكول وبالتالي إذا بدك ضع البرنامجين أمام الشارع برنامج التفاوض وماذا أنجب وبرنامج المقاومة ماذا أنجب لكن طريق المقاومة دكتور محمود أليس في نهاية إسا تكون هناك مفاوضات مباشرة لحل نهائل القضية الفلسطينية؟ بين من ومن هم فاوضوا مباشرة أنا ذكرت لك مسلسل المفاوضات كيري أمضى يمكن أكثر من ثلاث سنوات من فترة حكمه وهو يفاوض من الذي أنتجه وحتى الآن حتى الآن لا شيء يعني صفر كبير حصلته المفاوضات في مقابل تمدد الاستيطان ولذلك تفاوض على إيش إذا كده وبعدين المفاوضات آليات ما هو الذي يمكن أن يعطيه الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني حق العودة إلى خمسين أو ستين من عواجيز الشعب الفلسطيني إلى أرض المحتلة عام تمانية واربعين إحنا هذه أدأ فلسطين نقول هذه الأرض المحتلة عام سبعة وستين أرضنا كل شبر فيها أرضنا كل كل ذرة رمال منها أرضنا وسنحررها بإذن الله تبارك وتعالى وأريد أن أقيد لك على هذا الموضوع بعض الناس يسميها هبة لأمنية أنه هبة وبعدين تنطفئ هي انتفاضة حقيقية انظر إلى المرأة وإلى الرجل وإلى الطفل إلى الشاب من كل الفصائل وأيضا من ممن ينتمي إلى الفصائل لما يخرج بسكين لما يخرج بحجر لما يخرج يبيت في المسجد الأقصى هذه استفتاء يعني كيف يمكن أن نقبل أن حماس فقدت شعبيتها بينما الضفة الغربية تنتفض لبرنامج حماس وتقوم الآن بهذه الانتفاضة المباركة وبالتالي الصورة بيّنة أمام الشارع الفلسطيني وأمام كل منصف يراقب هذا الوضع لكن في ظل التهديدات المستمرة من إسرائيل لكم داخل قطاع غزة بشأن حرب جديدة على القطاع في ظل الحصار الذي مزال مفروضا على قطاع غزة لا أنتم على استعداد لأي حرب جديدة محتملة ضد القطاع خلينا أصحح الموقف أولا كل قيادات العمل الإسرائيلي الأمني والعسكري لا تريد حرب كلها لا تريد حرب في برنامج المزاياات بين ليبرمن ونتنياهو ليبرمن بيحاول يعني يروج هذا الموضوع لكن الجانب الإسرائيلي المعلن والغير معلن لا يريد حرب حماس لا تريد حرب وحماس ما شنت في يوم من الأيام حرب حماس كان بيفرض عليها الحرب وكانت بتدافع عن نفسها ولذلك إذا فكر العدو الإسرائيلي أن يعتدي علينا إن شاء الله سنؤلمه أكثر مما آلمناه في المرة القادمة لا يعني ذلك أننا نستدعي حرب ولا نريدها نحن نريد كسر الحصار ولذلك هم يريدوا أيضا كسر الحصار كسر الحصار وهم على استعداد أن يبنوا ميناء أن يوافقوا على بناء ميناء ونحن سنسعى كل جهدنا إلى جهات مثل تركيا وغيرها أن تعمل على بناء لكن ما الذي تحقق على الأرض دكتور محمود منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة حتى الآن قلتم سيبنى الميناء وستفتح المعابر وسينتهي الحصار على قطاع غزة ولكن حتى الآن ما زال الحصار مفروض على القطاع ما زال أهالي غزة يعانون بشدة تهدمت ألاف المنازل سقط الألاف بين قتيل وجريح وحتى الآن لم يجنع الشعب الفلسطيني في غزة أي نتيجة لهذه الحرب قلنا سنعمل نحن لم نستدع هذه الحرب أنت تعرف أن أول ما بدأت الحرب ضربوا أنفاق موجودة في الشدعين لكنهم قلتم انتصرنا يعني بعد نهاية الحرب أعلنت حماس أنها انتصرت في هذه الحرب أنا أريد أن أعطيك نموذج متى بدأ يقاوم الشرع المصري لإحتلال البريطاني مش في 1882 متى حققتم هذا الانتصار مش في 1954 و بالتالي هذا ليس عيبا أن الفترة الفترة طالت لأن لو الجغرافية السياسية الفلسطينية متوحدة على برنامج المقاومة لو المناخ العربي متوحد لدعم المقاومة للصورة كان اختلفت و بالتالي نحن لا ننام نحن نقول انتصارنا لأننا ضربنا نظرية الأمن القوم الإسرائيلي إسرائيل المتفوقة على كل المنطقة العربية والإسلامية لم تستطع أن تدخل شبر واحد غزة إسرائيل كانت تريد أن تردع كل من يحاول أن يقف في واجهها لم نرتدع إسرائيل كانت تقول دائما هذه الأرض آمنة في كل الحروب و لذلك ما في شبر إلا أصيب إلى أكثر من 160 كيلو متر بعدا عن غزة حيفا و ضربناها إسرائيل كانت تريد الحرب الخاطفة في أيام و جلست 51 يوم في مواجهة و لم تستطع أن تحقق هدافة فكل أركان نظرية الأمن للقوم الإسرائيلي ضربت و لذلك هذا مشجع لنا أن نستمر في برنامج المقاومة في المقابل ما الثمن الذي دفعه هالي غزة دكتور محمد طب ما الثمن الذي يدفعه الآن أهالي الضفة الغربية الآن ما الثمن الذي يدفعه كم من الآلاف قتلوا حتى الآن في الضفة الغربية و هم بالحجر و هم بالبندقاء أيهم أفضل لهم أن يرموا حجر أم يطلقوا رصاص أيهم أفضل لهم أن يبيت في المسجد الأقصى أم يكون فيه حرس مسلح يمنع المستوطنين من الدخول أي أعطيني نموذج في العالم غير غير النموذج الهندي لم يستخدم السلاح في الدفاع عن النفس لماذا الجيوش في الدول العربية لماذا الجيوش الأمريكية لماذا الجيوش في كل العالم ليس لتدافع عن نفسها نحن عندنا جيش ليدافع عنها طيب بمناسبة الحديث أيضا دكتور محمود عن الهبة الفلسطينية الأخيرة الانتفاضة الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة ما هي حدود هذه الانتفاضة هل هي مجرد هبة وتهدأ كما يقول البعض أم من الممكن أن تستمر حتى تنتج على الأرض أنا فتحت القموس السياسي لأعرف ما معنى الانتفاضة تجربة الشعوب يعني الانتفاضة حدث لا يستطيع أن يتنبأ به أحد الانتفاضة الأولى كان حادث حادث مقطورة انتهت بطرد الاحتلال الانتفاضة الثانية لأن المستوطنين أرادوا أن يدخلوا المسجد الأقصى وحرقوا شاب وعائلة حرق مباشر وبالتالي من أحداث صغيرة من كان يتوقع أن هذه الانتفاضة يمكن أن تستمر وتدخل في هذا الشهر الرابع وبهذا هذا الزخم وبدون سلاح وبالتالي أنا أقول لك هذه الانتفاضة يجب يجب أن تتطور إلى كل وسائل الدفاع عن النفس كما تطورت الانتفاضة في غزة وتردت الاحتلال الإسرائيلي نحن نتمنى أن تستمر هذه الانتفاضة وتصبح ليقل حجم الخسائر في الجانب الفلسطيني وليزداد حجم الخسائر في الجانب الإسرائيلي وليتقتنع إسرائيل ومن يتعاون معها أمنيا على أن الشارع الفلسطيني لا يقبل أبدا باستمرار الاحتلال في نفس الملف الدكتور محمود جاءتنا أسئلة من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك من يسأل هارون مرشدي هل سوف تتم المصلحة مع فتح قريبا هناك من يسأل أيضا عبدالهادي علي شبات غزة إلى أين دكتور محمود علي أيضا يسأل لماذا لا تطلبون من الدول التي لها نفوذ مع مصر أن تخفف الحصار على الشعب الفلسطيني في الغزة نحن لماذا لا نطلب مواشرة من مصر أبدأ بالسؤال أخير وهذا الذي سنعمله إن شاء الله يوم الأحد القادم هذا النقطة الأولى النقطة الثانية غزة إلى أين غزة إلى أنه لن يتم احتلالها مرة أخرى أما الضفة الغربية إلى أين أنا توقع أن الضفة الغربية إن شاء الله ستأخذ دورها حتى تستطيع ببرنامج المقاومة أن تطلب الاحتلال الاحتلال لا يستطيع أن يصمد في مواجهة هذه الانتفاضة الكبيرة فيما يتعلق بموضوع المصالحة الأمر يمكن أن يحدث غدا أن يتم تطبيق أن يحدث المصالحة وريد أن أوضح هنا لا تعني برنامج المصالحة مزج بين من يتعاون أمنيا مع إسرائيل وبين من يتعاون ضد إسرائيل يعني لن تكون هذه المصالحة هكذا لكن المصالحة هي برنامج تعايش البرامج تعايش البرامج قدم برنامجك على الشارع الفلسطيني وأنا سأقدم برنامجي على الشارع الفلسطيني فإذا أختارك طبق برنامجك وأنا سأحترمه لكن إذا اختارني الشارع الفلسطيني عليك أن تحترم رأي الشارع وتتركني أطبق برنامجي أنا برنامجي برنامجي المقاومة والإصلاح الداخلي وتحسين العلاقة مع كل المحيط العربي وعدم الاعتماد على الموقف الصهيوني الدولي الذي يمكن أن يأخذ ويأكل من شرعية حقي في فلسطين كل فلسطين لحساب تسويات مؤقتة وبالتالي الصورة إذا طبقت فتح ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة 4-5-2011 يمكن أن تحدث مصالحة غدا 28 عاماً دكتور محمود مرت على تأسيس حركة حماس حتى الآن كيف تنظر حماس إلى نفسها في المرآة؟ الحقيقة أنه بكل خضوع لله تبارك وتعالى والشكر له أعتقد أنها حقق ما لم يكن يخطر على بالنا مثلا؟ مثلا أن يكون لك جيش يستطيع أن يقف في مواجهة الاحتلال مثل أن تهيئ نفسك لمستقبل تحرير فلسطين مثل أن يكون عندك الكوادر التي تستطيع أن تحدث معجزات في وسط الحصار في مواجهة الاحتلال أي دولة تحتاج إلى أرض وشعب وسلطة؟ أعتقد أن الأرض الصغيرة التي محاصرة الآن استطاعت بالشعب الذي عليها بالانتخابات وبالسلطة التي أفرزتها في الانتخابات سلطة المقاومة أننا استطعنا أن نحول برنامج الأمن المتعاون مع إسرائيل على ضد المقاومة إلى برنامج المقاومة ضد العدو الإسرائيلي نحن الآن أعتقد أن نستطيع ونقول أن تحرير فلسطين لا يأتي بالمفاوضات لا يأتي بحسن النواية في أمريكا ولا غيرها يأتي فقط بالاعتماد وتطبيق تجربة كل الأمم الدول مصر الجزائر تونس كل الدول حاربت من أجل أن تصل حريتها ووصلت إلى استقلالها لكن دكتور يبدو أن حماس الآن أمام واقع جديد ربما يكون أكثر تعقيدا عن ذي قبل خريطة التحلفات قد تغيرت حماس تصنف الآن أنها مع محور ضد محور آخر كيف يمكن التعاطي مع هذا الوضع؟ نحن لسنا مع محور ضد محور آخر نحن لا نلعب لعبة المحاور أبدا أعطيني نموذج أننا لعبنا في محور نحن من يأتي ليساعدنا نرحب يعني أنتم خرجتم من سوريا الآن هناك تساؤلات حول علاقتكم مع طهران هذا الكلام جيد أولا حتى لا نكون في محور ضد محور آخر خرجنا من سوريا لأنه لو بقينا في سوريا إما تكون مع محور النظام أو محور الشعب هذه قضية خرجنا منها أما نحن في رؤيتنا نحن ليس عندنا رفاهية أن نصنف الأمة العربية والأمة الإسلامية إلى محاور نحن نريد أقول لك صراحة نرغب في هذه الفترة في زيارة السعودية لتوضيح موقفنا نرغب في زيارة تركية لتوضيح موقفنا نرغب في زيارة كل الدول العربية في الخليجية لتوضيح موقفنا نذهب إلى إيران أيضا لاستعادة العلاقات بيننا وبينهم ولن نعطي موقفا لصالح طرف على طرف آخر ونتمنى أن هذه المحاور أن تتحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وليس لإضعاف الموقف الفلسطيني الذي يقف في مواجهة الاحتلال نحن لا نلعب لعبة المحاور نقيم علاقاتنا ونريد أن نقيم علاقاتنا مع كل مع كل التوجهات وعكل الدول عيسى فقط على مستوى العالم العربي ولكن على المستوى لأن أصلا أمة الإسلام مبنية على الملويين وعلى المسلمين الصينيين والبنجليين والطورانيين اللي هم الأتراك وعلى الفرس اللي هم إيران وعلى العرب وعلى الأمزيغ وعلى الأفارقة وعلى الأوروبين المسلميين هذه أمة المسلمين ولذلك هذه التقسيمات التي جرت هي تقسيمات بهدف إضعاف الأمة الإسلامية اللي هي المشروع الحضاري الوحيد الذي يستطيع أن يأخذ بهذا الإنسان بعد أن ذهبنا طويلا في اتباع هذا الطرف هناك من متابعين يسألك دكتور محمود ما هو رأيكم حول ما فعلته إيران في سوريا وبعد أن قتلت الألاف من الشعب السوري هناك من يسأل أيضا سعيد المصر يسألكم هل تركيا نور في الدعم السياسي والاقتصادي وأيضا ربما في تسليح المقاومة على المدى البعيد وهل من الممكن أن يزداد هذا الدعم خاصة الدعم الموجه للمقاومة في حالة فتح ميناء غزة البحري نحن حزانة لما يحدث في سوريا ويحدث في كل الدول العربية في اليمن وفي غيرها وفي العراق وفي غيرها لأن المستفيد الوحيد من هذا الموضوع هو الجانب الإسرائيلي هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي يريده كان شمعون بيرز أنه يقضي على كل الجهات المعارضة وأن يحول بعقول الإسرائيليين التي ليس مثلها عقول وقوى الشارع العربي الذي لا يفهم من وجهة نظره ليحولها إلى شرق أوسط جديد ولذلك قام بتكسير هذا الموضوع نحن نطالب كل الأطراف أن تكف عن هذا الصراع الدم والتدمير الذاتي لأن هذا ليس في مصلحتهم وليس في مصلحة القضية الفلسطينية فيما يتعلق بدور التركي تركيا تقوم بمساعدات إنسانية موجودة نتمنى أن تثبت على موقفها المطالب حتى تستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي بعد جريمة سفيرة مرمرة أن تصر على بناء الميناء وأن توافق مصر على ذلك وتدعم ذلك وأن تدعم الدول العربية هذا الميناء نحن ليس عندنا منع أن تأتي أي جهة دولية محايدة ونزيهة تقوم بالإشراف والمراقبة لأنه ليس عندنا أي منع هذه ليست وسيلة للتهريب حتى نستطيع أن نرفع عن كآهل الشعب الفلسطيني هذا الحصار الشديد لكن أيضا هناك من يتساءل دكتور محمود ما هو رأيكم وموقفكم من تورط حزب الله في سوريا على هذا النحو نحن نترك لحزب الله أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا وأن يجني ثماره أما نحن في الحقيقة كما قلت لك وأكد مرة الأخرى لن نكون مع طرف ضد طرف لن نصرف من دقياتنا عن وجهتها الحقيقية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإذا طلب مننا أن نلعب دور إصلاحي بين الناس سنقوم بذلك لكننا لا نعمل لصالح طرف على طرف لا نلعب لعبة تمزيق المذاهب وتمزيق القوميات وتمزيق الجغرافيا ولا تمزيق الجغرافيا السياسية التي لا يستفيد منها إلا العدو الإسرائيلي طيب ماذا عن خيارات حماس الآن دكتور محمود؟ هل مازال أمامها العديد من الخيارات في ظل التحديات الكبيرة التي توجهها والأوضاع الحالية في المنطقة؟ أم أن السنوريات القادمة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها؟ لا أحد يستطيع أن يقول بما سيأتي غدا إلا الله تبارك وتعالى هو الذي يعرف وما كان الله ليطلعكم على الغيب هذا غيب كله والحقيقة أنه غيب ومؤلم يعني تمزيق هذه الدول العربية بهذه الصورة في هذه الفترة الزمنية يعني هذا لم يكن يخطر على بال أكثر الناس تشاؤما نحن خياراتنا واضحة إذا لم تستطع أن تتقدم اليوم خطوة واحدة يجب أن نتراجع نصف خطوة ولذلك سنبقى في برنامج المقاومة نبقى على إصلاح علاقتنا بكل الدول العربية في مقدمتها مصر وأيضا غيرها من مكونات والعرقيات الإسلامية والعربية ونبقى أن نحرق هذه الفترة الزمنية وتتغير إن شاء الله ستتغير الظروف لصالح برنامج المقاومة ولصالح المنطقة العربية إن شاء الله لكن أنا تخشون من التصنيف كجماعة إرهابية دكتور محمود يعني نيتنياهو حول من قبل أن يلصق حماس بتنظيم الدولة الإسلامية ولكنه فشل في ذلك ولكن مع تنامي تنظيم الدولة على هذا النحو في المنطقة وأنتم جماعة بمرجعية إسلامية أنا تخشون؟ أولا لو سألت أي واحد في العالم كله ما معنى الإرهاب كمصطلح دولي مغتفق عليه لن تجد وأنا بذكر أن الرئيس مبارك دعا أمريكا والعالم إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتعريف الإرهاب وهربوا منه لم يفعلوا رفضت أمريكا لأن كل واحد يريد أن يوظف كلمة الإرهاب كما يشاء نحن حركة مقاومة أرضها محتلة مقدساتها مدنسة شعبها مطروض مشتت في كل أنحاء الدنيا فشلت كل المحاولات لإسترجاعنا الحق فلجأنا إلى المقاومة التي لجأت إليها كل الشعوب حتى تتحرر بما فيها مصر التي لجأت إلى المقاومة لطرد الاحتلال من مصر وبالتالي نقول نحن حركة مقاومة ولو كل الدنيا بما فيها إسرائيل اتهمتنا بالإرهاب نحن لسنا إرهابيين نحن حركة تحرر وطني حركة مقاومة إسلامية نظيفة اليد نظيفة السريرة لكن بشكل واضح دكتور محمود كيف تنظرون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الحقيقة أن نحن نختلف معهم كثيرا في أساليبهم أساليبهم نحن نرى أن وحدة الأمة مفضلة على كل شيء ولذلك لم ندخل معهم في صراعات لا نرغب في الدخول معهم في صراعات لا نتمنى لهم أن يدخلوا في صراعات لأنه في المحصلة أن هذه الصراعات تؤدي إلى تدمير مقدرات الأمة العربية والإسلامية دكتور محمود الزهار وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا مستمرنا معكم وبعد الفاصل لتلتقيكم مع الزميلة صرارافة والشأن المصري وفيه رضوض فعل واسع بعد أعلان الداخلية المصرية قتل جميع أفراد تشكيل عصابي اتهمته بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ترجمة نانسي قنقر